بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم مشاهدين القناة الأولى في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجنا صفرة الشيف على الهوى مباشرة من ستوديو عشرة بسبير القيارة سيدنا وقدمنا النهاردة نحن نقدم لكم حلقة جديدة والحلقة دي تبناء على طلباتكم كلها الحلقة اللي فاتت ناس كتير طلبوا مننا إزاي نبتدي نخس أو نخلي جسمينا كويس طبعا إحنا النهاردة هنلبلكم كل الرغبات دي وبإذن الله نوفق نقدم لكم حلقة فيها كثير من الأغذية السليمة اللي هي خالية من الدهون والدهون المشبع وحنتكلم بس طبعا قبل ما نتكلم على الحلقة بتاعتنا النهاردة وفيها إيه أحب أن أنا أخد دقيقة وأقول طبعا أن أي حد حيبتدي يخس أو عنده مشكلة في الكرش أو في الرجلة أو في أي حاجة أو عايز يبتدي برنامج التخصيص فيه ثلاث خطوات أساسيين لازم يتبعهم أول خطوة أنه هو لازم يعرف جسمه يعرف جسمه ويعرف هو عنده العيلة تاريخ العيلة لازم يعمل كمان مع دكتور يروح لدكتور يعمله كشف كامل على الهمومجلوبين والدم ونظامه لو عنده مرض زي مرض السكر أو مرض الضغط يبقى أي حد لازم يتبع مع دكتور أو مع دكتور تغذية ودكتور ليه يبتدي أنه هو يبتدي يخش فيه برنامج التخصيص لكن نحن النهاردة المعلومات اللي هنقولها لكم هتكون معلومات كثيرة ومفيدة ومتدولة على التواصل الاجتماعي وعلى النات وطبعا هنقول لكم من خبرتي طبعا الحمد لله معايا بكريوس فنادق من أمريكا ودرست بكريوس علوم ودرست تغذية وكان ليه الحظ أن أنا أكون فيه عضو في أكبر جمعية لتغذية الأطفال في المدارس في أمريكا وطبعا كمان ليه الشرف أن أنا أشتغل مع ناس كانوا مركبين صبابات القلب وناس كانوا بيخسوا وليه خبرة كتيرة فأنا النهاردة هشارككم في الخبرة دية بإذن الله وأقول لكم الناس دي كانت بتعمليه علشان إيه تخسوا ودبقى شكلها حلو وتلاحظ أول حاجة كمان قبل ما نبتدي لازم تحب نفسك يعني أنت النهاردة سواء كان بنت أو ست أو راجل لازم ما يبصش لحد تاني رفاع يبص لنفسه كده وقول أنا جسمي كويس وأنا حبقى كويس لازم تحب نفسك وكل معك ديارية يعني أو كتاب أو كشكول وتكتب فيها وزنك من يوم ما أنت بتبتدي زي بالصبت ما بتنو الصيام من بالليل وبتخش في الصيام أول لوم بتبقى تعبان جدا وجسمك بيخش أن أنت حتصوم نفس الحكاية بتهيأ نفسك وبتحب نفسك أن أنت عايز تخس يبقى لازم يكون عندك عزيمة أول حاجة بتوزن نفسك وبتخليها مذكرة وبتكتب فيها وزنك كان إيه في الأول بعد كده بتستخدم مخك علشان تبتدي الضيات لازم يكون عندك الشوكة والسكينة تبعدهم شوية ومخك هو اللي يتحكم فيك تاني حاجة تعرف فين نقطة القوة بتاعتك وتحاول أن أنت تركز فيها وزي ما قلنا قبل كده لو أنت عندك ارتفاع في ضغط الدم لازم تكون مع طبيب ولازم تعرف الأغذية اللي هي مش سليمة أو مش مفيدة لك تاني حاجة أنا عايز أعرف مريد السكر مريد الضغط مريد الكبت مريد الرئة ده من فضلكم ما ينفعش أنه ياخد أي كلام من عنات لازم يتبع مع الدكتور أو دكتور تغذية بعد كده هتروح تبدأ النظام هنحدد لك المينيو أو الدكتور هنحدد لك المينيو أو الأكلات في بعض الناس كلموني إحنا في الصعيد إحنا غلابة إحنا ما عندناش دكتور تغذية نقدرش ندفع 200-300 جنيه بس أنا عايز أكل صح فالنهاردة النهاردة إحنا بنعملكم كل كل الشباب والأنسات اللي كلموني من معاهد فيلمينيو أو أسيوت إحنا النهاردة هنعملكم بإذن الله حلقة جميلة نبتدي في الحلقة بقى ومن دهي عشو وقت أكتر من كده أول حاجة مطلوبة في الفطار لو أنا عايز أخس أنا حبص النفسي أنا عايز أخسم البط يبقى إيه الدهون اللي بتيجي في منطقة البط وفي منطقة الرجل ومن وراء من الناحية الخلفية دي كلها بتوقع دهون فأنا حبتدي أعمل إيه حاجات مهمة جدا بنشرب مياه كتير جدا المياه مغزية تاني حاجة من الأكلات المفيدة في الفطار بيكون عندنا الحبوب الحبوب اللي هي زي إيه الحبوب المقرمشات اللي هي عبوب الدرة دي بس نشتريها من غير سكر لازم تكون من غير سكر ما بفعش أروح أشتري مقرمشات بتاعة الفطار اللي هي معمولة بالأمح أو بالدرة ويكون فيها سكر لازم أشتريها وطبعا بحط عليها لبن واللبن يكون منزوع الدسم أو باخد زبادي زي ما إحنا شايفين كده والزبادي هنا كمان باشتريه خالي من الدسم طب الزبادي الصبح بأعمل إيه مهمة جدا أن أنا بأخد عليها حتة موزة الصبح ربع موزايا نص موزايا الموز غني بالكالسيوم ومفيد جدا وبيخلي الجسم ياخد الطاقة بتاعته وما يحسش بالجوع يبقى هاخد زبدة صغيرة كده أحط عليها شوية من شريح الموز وممكن معلقة من المقرمشات وشوية ربع معلقة من العسل النحل العسل النحل رغم أنه هو مغزي إحنا عايزين نبعد عن السكريات يبقى ده أول حاجة معايا النهاردة بقدر أعملها إننا بستخدم زبادي خالي الدسم بنقول يعنيه خالي الدسم اللبن مغلي ومتشال كل القشطة بتاعته لأن القشطة دي الفادة أو الكريمة بتاعت اللبن هي دي اللي بتبني في الجسم ولو حطينا سكر في الزبادي أو عسل معلقتين سكر الدهن ده يتحول لدهون النهاردة علشان أن نخليش البروتين اللي في الأمح أو في الزبادي يتحول لدهون يبقى نبعد السكريات عنه شوية خلاص؟ ممكن ناخد زباية يبقى دي أول حاجة عندنا النهاردة تاني حاجة عندنا النهاردة ممكن نعملها ناخد طبق الفول بتاعنا كلنا بنحب الفول الصبح طب يا شوف أشرف الفول أيوة هاخد الفول بس هجيب بقى نص رغيف عيش بلدي وإيه؟ حاكله بيه بالمعلقة مش حاكله سندويتش لأننا كلنا ما هغمس طب الشفول كده حيبقى ليه طعم هعمله إيه؟ هديله نص لاموناية وشوية من الزيت الطيب نص معلقة إحنا هنا بنتكلم عنها نص معلقة إن زيت الزتون من الزيوت اللي ما فيهاش كلاسترا يعني إيه؟ ما فيش فيها دهون مشبعة وحنديها لمونة صغيرة وشوية من الكمون وده عادي جدا إحنا عارفين إزاي ناكل الفول طيب حاكل الفول ده إزاي؟ هحطه على طبق وهقدم معايا لقمة نص رغيف كده ويبقى سواء كان عيش بلدي أو عيش توست ويبقى ده الفول بتاعنا يبقى أول حاجة الزبادي من غير سكر منزوع الدهام تاني حاجة الفول كمون ملح عصير اللمون ونقلل من الملح إن الملح السوديوم غير مفيد جدا اللمون ممكن يضر هاكل الفول بالمعلقة وأكل معايا لعيش هاتيك تقول الفول بالمعلقة وبالشوكة هقول لك هو ده نظام الغذائية مش عايزين نحط عيش كتير لإن العيش إحنا بنسميه كاربوهايدرايت والكاربوهايدرايت اللي هم يبره في ربه في أمريكا بيسموها كارب عايزين نقلل من الكاربوهايدرايت لإن الكاربوهايدرايت ديت بتتحول مع السكريات لدهون مشابعة فحنحول نقلل قد ما نقدر طبعا لو أنت عندك تاني وتالت ورابع مرض معين مزمن سكر قدر الله تتفع في الضغط لازم بتشوف دكتور طب الحاجات المهمة التانية عندنا هنا عندنا شوفان وعندنا أي حبوب أنا جبت هنا النهاردة الكسكس أو حبوب الكسكس ممكن نستخدم أي حاجة تانية الشوفان طبعا احنا عارفيني الشوفان ده نوع من أنواع النباتات اللي بتطلع في البحيرات والشوفان ده مليء بالفايبر وأي حد بيخس عايز يأكل فايبر كتير الشوفان بقى أنا واحد بالناس مدمن شوفان بيملأ الصبح المعدة بيخليش الواحد يجوع وبيخليه على الغترة الساعة 12 واحدة لما يبتدي يأكل تفاح ولا أحاجة طيب إزاي نطبخ الشوفان وإزاي نطبخ الكسكس والكسكس ده ممكن هولوكو زي ناكلو بنجيب مع بعض كده كزرونة صغيرة وبنحط كل كوباية من الشوفان بتاخد كوبايتين من المياه بناخد كوبايتين من المياه المغلية ايه هادي كوباية هادي اتنين وبنحط فيها الايه الشوفان ونفس الحكاية الكسكس بناخد كل كوباية بتاخد كوباية ونص لازم المية تغلي ونحط في الكسكس او من المية تغلي كده بحط الكسكسي وبحط الشوفان وبجيب معلقة خشبية بيقعد سبع دقايق وده تلات دقايق بنشيره من على النار بنغطيه بناكل احلى شوفان هنجيب معلقة معنا كده خشبية صغيرة نشوف المعلقة الخشبية بتاعتنا اهي ادي معلقة خشبية بنقلب الشوفان بصوا حبوب الشوفان وفيه نوعين من حبوب الشوفان فيه شوفان بنشتريه مكتوب عليه صريع التحضير يعني ايه عمل زي الرز اللي هو استوى قبل كده عمل زي الرز اللي هو استوى قبل كده فده شوفان عادي بسميه تحضيره زي الرز بياخد من سبع لعشر دقايق فيه تاني بياخد دقتين انا بحب الشوفان اللي هو من صريع التحضير الشوفان العادي وبيكون حبوبه وقشاراته كبيرة كده زي ما مخرجنا جابه لنا وده بياخد زي ما قلنا طب ممكن تدي له سنة ملح وممكن من غير ملح بيغلي من سبعة لثامن دقايق بيبقى بالزبط طعمه زي البليلة بعد كده بتدي له معلقة نص معلقة عسل نحل لو انا عايز دي له شوية فاكهة طيب نروح تاني بص بقى الكسكس ما فيهش تلت دقايق ده الكسكس اللي هو سريع التحضير اول ما شرب المياه بتاعته كده بناخده على جنب الشوفان اهو كده نقلب له كده انه ما عايز حد يتقلب على طول عشان ما يفورش زي ما احنا شايفين تمام كسكس بقى بنعمل فيه ايه بناخده كده على جنب وبنغطيه بنغطيه ليه بقى علشان نقمر الطبق فبنجيب له كده غطة صغير بنغطيه شوية ادي الشوفان زي ما احنا شايفين اهو طيب والشوفان بيستوي كده وطبعا ادي ايه ادية اللي احنا هنعمل فيها هنخلي عينينا على الشوفان لان هو بياخد حوالي اربع دقيق كمان ونروح على الصبورة معنا صبورة صغيرة كده لو احنا هنشرح لسيداتكم بسيط كده الهرم الغذائي بيبقى عامل كده هنبتدي الهرم الغذائي من تحت بس لق ما تكون عيش فيه فايبر وفيه قمح ومحتاج فاكهة طيب وبعد كده الحاجة التانية ايه اسبوعي محتاج ايه ياخد حلويات مرة كل اسبوع حتة حلويات صغيرة ومحتاج ياخد بيض لازم يبقى دواجن اللي هي اللحوم البيضة والاسماك وبعد كده شهري كل شهر هناخد ايه هناخد لحوم اللحوم الحامرة يعني مش محتاجينها يوميا يا سلامنا ناخدها كل اسبوعين كل تلاتة ان اللحوم مش مش مفيدة اوي زي الدواجن اسبوعيا لازم ما يمرش عليك الاسبوع تكون واكل الدواجن واسماك واللحوم البيضة طيب القاعدة اللي تحت دي هنا ايه شوف اشرف انا هنا محتاج تمرينات 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 ومحتاج اشرب كل يوم مية مية كل يوم اخلي معايا تلاتة الاربعة لتر مية فاحنا لو اتبعنا الطريقة دي انا اقول لكم شخصيا كان عندي مطعم كبير في امريكا كان بيجي لي ناس كده بعد بزيب تسع شهور بيخصوا من عشر اتنشر كيلو انا شخصيا ما بقمنش بالتخسيس اللي هو بيتم عن طريق الحبوب او الشغل اللي هو مش سليم وطبعا احنا لحظنا حظنا ان احنا عشنا في بلاد اوروبية كتير وشوفنا بيزنس او شغل التخسيس بليونز وبيليونز اوف دولارز بتصرف على النصب بتاع التخسيس فيه ربعمية نظام غذائي وطبعا احنا عايزين في مصرنا الحبيبة كل الناس الغلابة والناس الحلوة يزاي يعرفوا يكلوا ادي الامحة وبص استوى بقى عامل ازاي بالضبط طعمه زي طعم البليلة بس بيتعمل في سبع لعشر دقائق جميل جدا ازاي باكل الشوفان ده بحط عليه معلقة عسل نحل لو انا عندي او نص معلقة تاني هرجعه بقى تاني هنا هنضف واحطه هنا جنب الفول واحط الزبادي جنب الفول هنروح بقى للحاجة التانية في الفطار قبل ما نستعد ناخد فاصل هنبتدي نقولكو البيض طب ده هنحط عليه زي ما قلنا ممكن شوية من الفكهة دي بقية الموز الموز غني بالكالسيوم هحط عليه معلقة من السكر ولو هستخدم سكر هستخدم سكر غير السكر اللي بيض يعني يا شوف اشرف فيه سكر بيباع في السوق اسمه سكر بني والسكر بني ده بيسموه يعني مش داخل عملية التبييد والكولورين وداخل عملية حصلوا عمليات صناعية علشان يشيلوا منه العسل ويخلوه ابيض ويشيلوا منه الفايدة هنحط عليه شوية من الموز وسلام لو عندنا كمان خوخ برقوق ممكن شمامة نديها حاجة كده صغيرة هنشيل اللمونة هنا وهنروح مع بعض كده هنحط عليه شوية من ممكن تفاح اخضر والتفاح الاخضر بينصح بيه كل الناس طيب قدينا شفت كده حتة برقوقة صغيرة ادي بولت الشفان طيب هنروح للكسكسي اه ادي الكسكسي اهو زي ما احنا شايفين كده شايفين الكسكسي مهمة دي ايه بصوا فلفل ازاي شفتوا الطريقة دي مية بتغلي اهو انا هجيب اه طبق جميل كده وراهلكو فيه ونحطه مع بعض ادي الكسكس اهو بعد ما اتعامل من غير ولا زبدة ولا اي حاجة شايفينه نازل عامل ازاي طيب شايف اشرف هل ممكن افطر ده ممكن فطار وممكن غدا باخد بولة حوالي مية وخمسين جرام احنا قولنا هنا فيه مية ولا ملح ولا زيت طب انا هحليه ازاي في الفطار هتديله شوية زبيب صغيرين هتديله شوية من الفكهة وتاني انا حابط عن السكريات السكريات خلي بالكو بنسميها السموم البيضة عارفين ايه السموم البيضة السموم البيضة اللي هو الملح السكر الابيض وهي دي مدرة جدا لو قدرنا نحن ناكل بولة زي كده الصبح على وزي ما احنا شغالين زي ما احنا شايفين مع بعض شوية من الفكهة مفيش لو هنحط سكر يبقى سكر بني طيب احنا دلوقتي اهيه قدمنالكو كل الحاجة للفطار فاضلش الا البيض البيض هنعمل قملت اول الحلقة عملنا شوية حاجات للفطار وحرجعها بسرعة عشان لو حد لسه دخل معانا على القناة الاولى وبيشوفنا احنا بنعمل ايه احنا نرى عملين حلقة المفروض عن ازاي نقلل من السمنة او الفات وازاي نخس عملنا في اول حلقة الفول المدمس وقلنا الفول المدمس سواء كان اشتريناها عقلب او عملناها بنحط عليه نقطتين من الزيت والكمون وعملنا الشوفان وقلنا الشوفان مهم جدا غاني جدا بالفايبر والبروتين وحطينا عليه الموز والموز طبعا غاني بالبوتاسيوم نسينا نقول لكم مليء بالبوتاسيوم وطبعا الزبادي كان معاه منزوع الدسم وقلنا في الفطار كمان لازم نستخدم البيض لو هنستخدم البيض سواء ابيض البيض هنعمله اوملت كنا نوين نعمله لكم اوملت هنضطر ان احنا اسفين نأجله لو هستخدم البيض المسلوق هشيل الاصفر لان الاصفر زي ما احنا شايفين كده كله دهون هاخد البضاية هسلقها سبع دقايق وبعد كده هشيل الاصفر بيض وحستخدم فقط الجزء الابيض لان الابيض مليان بالبروتين الاصفر بيض ما بيساعدش فيه عملية التخسيس لان صفار البيض مليء بالدهون فهنضطر ان احنا نحطه مثلا في سلطة فهي حد لاي حد عايز يملأ او يبقى عنده يبقى تاني هنحط الاصفر بيض وعملنا لكم الشوفان والكسكس الكسكس اهو قدامي على الحلقة غلينا الكسكس في مياه كله كوباية خدت كوبايتين وحطعنا عليه فاكهة هنحط معاه الابيض بيض اهو زي ما احنا شايفين ودي تمشي غدا وسلطة طيب شيف اشرف تاني انا قبل الهواء كنت عايز اعمل لكم سالمون جبت السالمون قطعة السالمون دي سالمون دخنته في الفرن وحاولوكم ازاي بندخنه وده استوى طبعا اثناء الفاصل كنت لازم ادخله وده حتة سالمون دخن وهي بردته وبحطه على شوية من السلطة شايفين جايبين السلطة اللي هي الالوان كل ما حاجة يكون فيها الوان وخضرة دي اسمها ليلي روس وده اسمه انديف وبنحطه مع الخص والجرجير باخد حتة السموك سالمون بحطه معها مع الكوسكوس مع قطعتين من اللمون مع ابيض البيض دي وجبة غدا او عشا لحد بيعمل دايت ووجبة جامدة جدا هنحطها هنا طيب نروح للشربة بقى عندي شربة اللي هي شربة مهمة جدا ومفروض ان هي مقترحين ان هي للتخسيس شربة الكرومب الرأسة بتاعتها بالعن ربع كيلو كرومب بنقطع شريح عدين من الكرفس طمية شوية من الجزر المبشور نص بصلاية هنا هاخد معايا ربع طمط ماية وشوية من الكزبرة وسنة من زيت الزتون وفي الاخر اللمون باخد حلة بحط فيها البصلة بتاعتيا مع زيت الزتون تاني هتنزل المقادرة على الرسبي وزي ما احنا شايفين مع بعض بنجيب المعلقة الخشبية او اي معلقة وبنقلب فيها مع بعض كده البصلة بنقلبها مع زيت الزتون بننزل بيه التوم والكزبرة ودي شربة مهمة جدا للناس اللي بيعملوا ضاية وضاية جامدة ومشهورة جدا الشربة دي او مالبصلة ديبلت كده انا خدتها في الفاصل دبلتها عشان ما ناخدش وقت والتومة بتدري حيطة تطلع هنقول لكم الفكرة بتاعتها هننزل بالجزر مع بعض ومعايا هنا تايم او زعتر وبردقوش ومرمرية دولة كويسين جدا للتخصيص الشربة دي تمفروض نعملها بيون البيون يكون مغلي وشلنا كل السامنة اللي عليه يعني ايه جبنا فرخة سلقناها وحطناها في التلاجة وشلنا كل الدهون اللي عليها علشان مش محتاج الفات الفات ده غير صش خالص طيب اول ما الجزر والكصل والكرفس مع بعض بنزل بالكرومب بنزل بربع الكرومباية ودي شربة بتاخد سبع دقيق عشان نعملها ومعايا هنا ربع بطاطسايا زوانطوطة كده علشان اديها قوام وطبعا البطاطس هنا يعني مش اساسي بس علشان تسند معانا مع الكرومب والجزر زي ما احنا شايفين وفي الاخر التماطم ودي مع بعض بتتبل يا دوبك كده كل الكلام ده مع بعضه بنزل بيه هنا سواء كان مية او شربة فراخ منزوعة الدسم بنزل عليها بيه الكوبايتين بتوعي وبخلي الكلام ده كله مع بعض يعيش طيب يبقى اخر حاجة هنحط لها اللمون والكزبرة او الشبت وادي شربة الكرومب طبعا السيدات مخرجنا جايبها لكم اهي بصوا المنظر بتاعها كرومب جزر تماطم جميلة جدا وصحية جدا ودي مفيدة طيب ايه تاني معانا للتخصيص مهم معانا النهاردة للتخصيص السلطة السلطة بقى بتاعتي انا جايب هنا شوية من التماطم ودي مهمة جدا كنت هعمل لكم حلقة عن نبات او امح اسمه الكينوة النهاردة مش هحرقه هخليه لها تاني والكينوة هشرح على ان هي من الحاجات اللي مفيش اي شي فات في مصر عمره تطرق ليها وانا ليه الشرف ان الكينوة دي بديل للناس اللي هما ما بياخدوش مادة الجلوتين اللي هي موجودة في الامح موجودة في الامح والبليلة والبيرلي اللي هوا بتعملهم حساسية فيه ناس كتير قوي ودي ممكن تعدد تلتمية ربعمائة الف نسبة مش صغيرة بيعندوهم امراض ان الامح بيسبب لهم مشكلة في الجهاز الهضمي فبياكلوا عايزين ما بياكلوش عيش فالكينوة دي بتعمل منها اه اه باجت يا هو بتعمل منها امح بتعمل منها عيش ونبات الكينوة هو مش هحرقه وانا كنت سلقت شوية زي ما سلقت الكسكس هتطر ان انا اطلع بيها في فترة تانية او هدهلكم بازن الله في اه اه حلقة قادمة نروح بقى مع بعض للسلطة طيب اي حد عايز يخس لازم يقطر من الحاجات الخضرة والسلطات انا عندي هنا الجبنة قلنا الجبنة من الحاجات اليومي عندي هنا جبنة قريش يفيني الجبنة القريش ايه جبنة قريش وفرجتها ليه جبنة قريش ان الجبنة قريش صحية ايه لديت الملح مليانة بكل العناصر بتاعة اللبن ومفيش فيها دسم طيب ومعايا هنا علب التونة اللي اتنين هتديهم عصير اللموناية هتديهم لموناية كده هتديهم شوية من الشبت او البقدونس وهياخد طماطمية صغيرة كده اطحها مع بعض اطحها جوليان او او برنواز برنواز يعني زي الزهر الصغير كده زي ما احنا شايفين وهاخد الطماطمية نص على الجبنة القريش والنص التاني على التونة الشربة انا مش عايز اقول لكم ان الشربة استاوت وديه حقيقي بامانة كده الشربة استاوت هنديها الكزبرة ونديها شوية من اللمون بدل الملح مش هنحط ملح وتبقى الشربة بتاعتنا كده جاهزة للتقديم طيب هنيجي مع بعض كده هنشيل الكينو ديت زي ما احنا انا بعتذر ان احنا بنجري بس هو ده قدرنا ايه النهاردة عندنا كان حاجة خارجية غير اضغطنا بنجيب الطماطم بقطع الطماطمية بسكينة صغيرة بعملها ايه الطماطم مقفولة كده بنزل سبعة تمانية سبعة تمانية والاخر بلفها بشيل القشرة بجيب معلقة صغيرة وبجوف الطماطم زي ما انا جوفتها كده اه ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة وممكن اجيب بعد كده شوكة صغيرة او معلقة وهنا خدت التونة معلهاش اي حاجة هنا بقى مفيش مايونيز ولا حاجة سنة عصير للمون سنة من الخضار وهنا نفس الحكاية الجبن القريش سبنا من ممكن اديها كمون اديها اي حاجة مع سنة اللمون وباخد جبن القريش ديت وبحطها جوه القالب بتاعي او الطماطمية ومفيش اي نوع من انواع الزيوت وزي ما احنا شايفين كده شايفين المنظر ايه دي طبق جميل للتخصيص وايدي كمان ناخد التونة بتاعتنا ممكن اعمل الكلام ده بالفراخ اجيب صدر فراخ احطه على طاصة من غير اي زيت او اسلقه وقطعه واحط معاه شوية من الطماطم والبقدونس وزي ما احنا شايفين كده ادي فكرة اهي جميلة يبقى عملنا اتنين كفاية قوي هنا طيب ايه تاني اشوف اشرف الصلطة الكسكس اللي احنا غاليناه او الكينوة ممكن اعمله صلطة اعمله صلطة ازاي بجيب معايا بولة او بسيمة اهي فاكرين التبولة التبولة النهاردة انا كنت هعملها لكم بالكينوة للناس اللي هما بنسميهم بالانجليزي انبريفليلج اللي هما ما عندهمش المقدر ان هما ياكلوا قمح فالتبولة اسناء الحلقة جبت حزمة بقدونس غسلتها هرحط حزمة البقدونس ومعايا طماطمطين شلنا منهم القش وقطعناهم زي ما احنا شايفين شايفين المنظر الجميل ازاي وسنة لمون ايه دي سنة لمون فريش وبعد كده النعناع ورق النعناع هنا بقى هنقطف مش هنايه التبولة تملي بيتقطع هنقطف ورق النعناع ونحطه واحنا هنفضل نشتغل كده معاكم مش هنعمل الحلو ولا الكينوة هنخليهم لحلقة تانية النهاردة كنت هقول لكم ازاي نشتري بطيخ وانطبطب عليها وازاي نعرف انها كويسة وكنت هقول لكم ان البطيخ سر من اسراره في البرنامج ده مع الشيف ده محدش بيقول البطيخ لازم يتغسل كويس لانه بتحط في الارض في الرمل وحيونات بتمشي تتبول وعارفين الفكرة فلازم البطيخ اي حاجة بتزرع الارض او الناس الفكهنية في سوق البطيخ او سوق الخضار بيحطوه على الارض برمل وحيونات زحفة بليل بتمشي يبقى في ناس كتيرة ما تعرفش المعلومة دي لازم يتغسل من بره كويس جدا وازاي بقى نعرف ان البطيخة دي حلوة ولا لأ وازاي بنخبط عليها استنونا باذن الله في الحلقة الجاية علشان نشوقكوا شوية كنا جايبين النهاردة البطيخ معنا ونوين نوريكوا ازاي تقطيع البطيخ والفكهن طيب ادي البرغل هنا شلنا البرغل من التبولة وحطينا كوسكس شايفين الكوسكس؟ او ممكن الناس اللي هي ما بتاكلش قمح هنحط نباتل ايه؟ حبوب الكنوة الكنوة دي حبوب بتطلع في تشيلي وبرو وبتزرع هي غالية شوية لكن بتعمل بالزبط نفس مواصفات الامح شايفين المنظر؟ هناخد شوية من الصلطة الجميلة دي طيب شايف اشرف هل ممكن نحط لها شوية من زيت الزتون؟ اه هنا بقى متبقاش كويسة الا بمعلاقة زيت زتون والزيت الزتون او الزت الطيب انا بحبه جدا ومتحيس جدا ليه فعلشان كده هاخد شوية من الصلطة دي شايفين ونحطها هنا ودية بولة مندية مع جبن قريش مع زي ما احنا شايفين كده المنظر الجميل ده مع بعض كده طيب في ايه تاني للتخسيس؟ هنرفع بقى ونشيل الجوانت ده بنجري احنا بيكم معلش استحملونا الجريفروت باخد الجريفروت ده بنلم كده وبننظف الجريفروت بقى بنعمله ازاي؟ بنجيب الجريفروت بنجيب سكينة صغيرة بنقطع حوالين الجريفروت بنشيل الوش وبننزل بسكينة رفيعة حوالين الجريفروت لغاية لما بنمشي حواليه وبعد كده بنطلع قلب الجريفروت من تحت وبعده بنطلعها بنعمل ايه؟ بنشيلها وبنقطعها بالسكينة حتة رفيعة فصوص وبنحطها تاني في البولة بتاعتنا وبنقدمها ممكن معاها اي نوع من الفاكهة ممكن نديها شوية من الكريز او الاناناس او اي حاجة وبنأكل الجريفروت في الفطار الصبح يبقى معا لنا صلطة الجريفروت ودي طبعا الجريفروت كان زمان جدا يقولك عايز تخس كل جريفروت لان الجريفروت فيه نسبة حر فيه نسبة فيتامين سين جامدة جدا بتحرق كمية من الدهون المصطر ده كمان كنت هعمل لكم حلقة النهاردة ازاي هنعمل اكل بالمصطر ده لكن الحلقة دي لازم هكون لها توابع باذن الله نحاول ان احنا بقى نلخص احنا عملنا ايه النهاردة عملنا الكوسكس وقلنا لكم ازاي الكوسكس بالطبخ من غير اي سمنة ولا زبدة بتسلق في ميا والميا بتاخد سنة ملح بصغيرة او لمون وحط الكوسكس تلت دقايق على مياه بتغلي بنغطيه الكوباية بتاخد كوباية ونص عملنا نفس الحكاية النهاردة الفول والشفان الفول اهو مدمس عليه شوية كمون معلقة زيت زتون معلقة لمون وعملنا الشفان ومهمة جدا عملنا الموز النهاردة كمان كنا هنعمل لكم الخضار المشوي ممكن نقفل عليه الحلقة ونغرف الشربة بتاعتنا نقفقه طيب يبقى نقدم الشربة ونخلي الصلطة المشوية دي الحلقة اللي جاية الشربة بتاعتنا النهاردة هتبقى زي ما احنا شوفنا كده شربة ادي الشربة بتاعتنا اهيه جاهزة هنحطها لكم ونقول لكم بازن الله الاعادة بكرة الساعة من ثلاثة لأربع اللي عايز بكرة يتفرج على الحلقة بتاعتنا ادي شربة الكرومبو شايفين عاملة ازاي حقيقي ريحتها جميلة جدا وزكية جدا ممكن نديها شوية من الشبت حلوين كده في النص وزي ما احنا شايفين عزيزة المشاهدين النهاردة حولنا جاهدين نعمل لكم حلقة عن الدايت وسريعا جدا لازم نشرب مياه كتير لازم نقيس دغطنا لازم نشوف دكتورنا وبالنيابة عن مخرجنا الاستاذ واء المنير وكل الكاست في ستوديو عشرة نشوفكم باذن الله يوم الخميس الجاي من 3 الاربعة والعادة بكرة من 3 الاربعة مع تحياتي واحترامي ولكل افراد مصر شوفكم على خير والسلام عليكم شفا شفا